فيها الصين. أعلن مسؤولون صينيون تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن وظهر في بلدين أسيويين آخرين. وقالت السلطات المحلية أن رجلا يبلغ من العمر 69 عاما توفي الأربعاء في مدينة أوهان في وسط الصين. التي يسود الاعتقاد أنها مركز انتشار هذا الفيروس التاجي. الذي ينتبه إلى عائلة فيروس سرس المميت. وتسبب تفشي الفيروس الغامض بحالة من القلق بسبب ارتباطه بفيروس سرس بمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد. الذي أودى بحياة 349 شخصا في الصين. و299 في هوكونغ بين عامي 2002 و2003. وأصيب 41 شخصا على الأقل حتى الآن بالالتهاب رأوي مرتبط بالفيروس الجديد الغامض في الصين. وذكر بيان صدر في وقت متأخر الخميس عن لجنة الصحة في مدنة يوهان أن 12 شخصا تماثلوا للشفاء وغادر المستشفيات في حين حالة خمسة آخرين خطرة.